اللي هون وصلنا فين في الصوب اللي هون وصلنا فين احنا شغالين على قدم الوصاق الحقيقة وفيه جهد كبير مبدول احنا شفنا في منطقة محمد نجيب بالفعل فيه المزارع تم انشاءها والصوب تم انشاء وشغالها على كفاءة منطقة السلطان يعني الحقيقة برضو شغالة في المناطق السماعيلية الحقيقة تنوع كبير جدا موجود في مناطق الصوب وحنا شغالين بعادة كبير جدا وجهد كبير والحمد لله فيه تحالف مصري عنده القدرة على انتاج الصوب المتطورة احنا شغالية التكنولوجيا العليا محلية ده امر في غاية الهمية احنا مش بس بننشئ وبنجيب حاجاتنا نضر احنا بنعمل حاجاتنا دلوقتي الصوب احنا بنعمل حاجاتنا بادينا الحمد لله ده تطور كبير جدا وعندنا تحالف مصري قادر على انتاج افضل انواع الصوب والاعلى تكنولوجيا محليا الحمد لله وده تطور كبير وامر في غاية الهمية وده يساعدنا لانه بتعتبر زي محطة معالكة مال ان هي بتاخد المية باقل كمية مية تدينها انتاج عالي بيساعدنا على توفير كميات للتصدير وان يكون عندنا فوق للتصدير وفي نفس الوقت يكون عندنا ما يكفي احتياجات المواطنين والحمد لله احنا عندنا تطور كبير حصل في الاكتفاء ذاتي با عندنا يعني محطة الخضر والفاكة الحمد لله عندنا في الاكتفاء ذاتي نتيجة بهود اللي بوزرت في الفترة الاخيرة وزارة الزراعة ووزير الزراعة الحابي تابع كل هذه الملفات بنفسه يوميا تطوير البحث العلمي كان له دور كبير وانعكاس ايجابي كبير على تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وده يخليني ارجع لحضرتك في نقطة الانتاج الحيواني الانتاج الحيواني ده امر مهم جدا احنا زم حضرك ذكرت احنا كانت رأس المشية بتاخد او بتدي انتاج ممكن يوميا مثلا تزيد نص كيلو او سبع بيت جرام لحنة وتدي احيانا كتبتوصل لقل من سبعة وثمانية كيلو احيانا كتبتوصل لعشرة كيلو لبن يوميا طب دلوقتي لما انطور هذه السلالات كان اخصى حاجة عشرة كيلو فعلا يعني كان معظم اه كان معظم الاخواتنا المربين ما بيقدروش يطلعوا انتاج كبير من الابقار توجيه فقمت سيد الرئيس ان احنا نطور السلالات الموجودة لدى المربين وبالفعل شفنا مشروع لتطوير السلالات وتوفير السلالات عليها في الانتاجية وعلى الجانب الاخر احنا كمان عملنا مشروع لتطوير باستخدام نظم التلقاح الاصطناعي ونبدأ ننتج وصيدات المناوي اللي من خلالها نقدر نستخدمها في عملية تطوير مستمرة لسلالات المشية اللي مملوكة لدى المزارعين بتنجينا ايه الفرق يبدأ ترفع لنا في الانتاجية نبدأ نوصل لعشرين واحيانا خمسة وعشرين ونوصل لثلاثين كيلو لبن يوميا وفي مزارع بالفعل الحمد لله بتوصل لانتاج اعلى وكمان لما نطبق اللي عملية التطوير في رؤوس المشية نلاقي ان اللي بتدينا نص كيلو على سبعمائة جرام بتوصل لكيلو ونص اكتر كمان فالحمد لله ده دي تطوير كبير جدا في اليوم فده يدي فرق في الوزن كبير جدا ويساعد اخواتنا المرابين مش بس كده احنا كمان عملنا مشروع تاني اللي هو مشروع البتلو اللي الدولة احياته في الفترة الاخيرة واحياء مشروع البتلو المشروع ده كان قبل 2014 كان حجم تمويله ولا يتجاوز مية ولا متين مليون جنيه النهاردة حنتكلم في سبعة مليار جنيه تمويلهم دي المزارعين من هذا المشروع طب المشروع ده واقف ولا شغال ولا ببقناش نسمع عنه لا احنا شغالين بشكل مستمر ويعني باستمرار بيكون فيه اجتماعات في لجنة مشكلة له بتتابع وتقوم بعمليات الصرف دي المزارعين سواء لشراء رؤوس المشية او العجول البتلو وكمان احنا مش بس بندعم العجول البتلو اللي هي المحلية او لضعيفة الانتاجية النما كمان العالية في الانتاجية دخلت ضمن المشروع فبالتالي اللي عايز يشتري رأس بتلو او رأس مشي عالية في الانتاجية قدر يخدها من خلال هذا المشروع وده يضاعف الانتاج ويحسر له من دخله ويساعد فيه زيادة الكدر الانتاجية للدولة المصرية الحقيقة الجهد الكبير اللي حصل في قطاع الزراعة ده بنشوفه واضح في حجم الامن الغزايا اللي بقى موجودة الحمد لله